قامت لجنة السياحة ولاثار والخدمات العامة في مجلس النواب بجولة ميدانية إلى مركز حدود جابر استمعوا خلالها من قبل المحافظ المفرق والمسؤولين في المركز الحدودي شرحا مفصلا حول واقع الخدمات المقدمة للمسافرين والتسهيلات والإجراءات الموضوع بهذا القصوص قينا النظر على المنطقة اللوجستية المشتركة البركز بحاجة إلى بنية تحتية وإلى الوقوف عليه والعناية من قبل وزارة الأشغال به بشكل أكبر من هذا الموجود بحاجة إلى بنية تحتية تواكب وتماهي المرحلة القادمة ومن تدفق البضائع التجارية بينها وبينها الشقيقة السورية وأيضا اطلعنا على بعض الأمور التي تخص المسافرين والحمد لله كانت الإجراءات ميسرة لهم فكانت الزيارة هناك بعض الملاحظات التي سوف نرفقها بضمن أدواتنا الدستورية إلى الوزارات المعنية أما بالنسبة لزيارتنا بشأن السياحة فكنا اليوم بمنطقة أم الإجمال وهي منطقة سياحية مهمة تم في الأول الأخيرة تسليط الضوء عليها وهي فعلا يجب أن يكون من السابق التركيز عليها من المناطق الفريدة والمناطق المهمة التي تتحدث عن تاريخ الأردن القديم والأردن الحديث والآن تم إدراجها على قائمة التراث العالمي ونتمنى أن تفوز بهذه القائمة وأن تصبح هي من أحد مواقع التراث العالمي اليونسكو كما قامت اللجنة بجولة ميدانية إلى موقع أم الإجمال السياح والأثري للاطلاع على أهمية هذا الموقع وخصوصا بعد أن تم الموافقة على ترشح هذا المكان الهام ضمن قائمة التراث العالمي والذي من شأنه أيضا المساهمة في تسجيع الحركة السياحية داخليا وخارجيا جزة الدولة أن تدعم أم الجمال لدخول التراث العالمي ومطلوب أيضا من وزارة السياحة بالذات ودائرة الأثار العامة الالتفات لأم الجمال لتكون كما هي أو كما نتأمل أن تكون داعم للخزينة بوضعها على مسار السياحة في المملكة الأردنية الهاشمية يعني هذه الزيارة تشكل داعم قوي للملف بالإضافة للجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية موذفة بوزارة السياحة والأثار دائرة الأثار العامة بالإضافة للبلدية أم الجمال ومشروع أم الجمال وجاءت هذه الجهود من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة بالإضافة إلى تسجيع الحركة السياحة في هذه المناطق وأيضا لدعم الموقع أم الجمال السياحي ليكون ضمن قائمة التراث العالمي يوسف المشاكبة التلفزيون الأردني